أرقام البنك المركزي الأردني أظهرت وجود إقبال ملحوظ من قبل المواطنين على استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية لتزديد فواتيرهم خلال العام الحالي مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة حيث بلغت نحو 5 مليارات دينار الأرقام أظهرت أن حجم مدفوعات الأردنيين لفواتيرهم عبر النظام بلغت في بداية العام الحالي 769 مليون دينار وحافظت على نفس المستوى تقريبا وصولا لشهر أيار الذي تراجع إلى 690 مليون دينار ثم عادت إلى تسجيل مستويات جديدة آخرها في شهر آب الذي سجل 870 مليون دينار فيما سجل شهر آب الحالي ارتفاعا في عدد الفواتير التي دفعها المواطنون إلكترونيا بنسبة 15.2% عن ذات الشهر من العام الماضي إذ بلغت مليونين ومئتي ألف فاتورة ومن حيث قيمة الفواتير المدفوعة إلكترونيا فقد سجل شهر آب ارتفاعا بنسبة 38% عن ذات الشهر من العام الماضي إذ بلغت 634 مليون دينار أما أكثر الجهات إقبالا من المواطنين على الدفع الإلكتروني لفواتيرهم في شهر آب فجاءت من حيث القيمة بالمرتبة الأولى المؤسسات الحكومية بنسبة 75% ثم الخدمات المالية بقيمة أو بنسبة 9% والخدمات الأساسية 5% وقطاع التعليم بالمرتبة الرابعة بنسبة 3% أما أكثر الجهات إقبالا من المواطنين على الدفع الإلكتروني لفواتيرهم في شهر آب من حيث العدد جاء في المرتبة الأولى المؤسسات الحكومية بنسبة 25% ثم الاتصالات بنسبة 36% والخدمات الأساسية 23% ثم الخدمات المالية في المرتبة الخامسة بنسبة 3% في خطوة لحماية مصالح المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية ومرحات الظروف التي تمر بها الشركات بدأت بورصة عمان العمل بتعديلات تعليمات الإدراج المتضمنة تخفيف شروط إعادة إدراج الشركات في البورصة المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أوضح أن التعديلات سمحت للشركة التي تم إلغاء إدراج أسهمها بالتقدم بطلب جديد لإعادة إدراجها في البورصة مع مروري ثلاثة أشهر على الأقل على صدور قرار الإلغاء وتحقيق شروط الإدراج في السوق الثانية بدلا من عام وأضاف أن الشركات المتداولة في سوق الأوراق المالية غير المدرجة والملغى إدراجها بسبب إخلالها بشرط بنسبة صافي حقوق المساهمين إلى رأس المال المدفوع سمح لها بتقديم بطلب لإدراج أسهمها في السوق الثانية بعد تحقيق باقي شروط الإدراج فيما أو حيث سيتم اعتماد آخر تقرير ربع سنوي مدقق لاتخاذ القرار ما يقارب الشهر المدة التي أعلن عنها صندوق المعونة الوطنية لصرف الدفعة الرابعة من برنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل ثلاث للأسر المستحقة الأكثر تضررا من جائحة كورونا صندوق المعونة الوطنية قال إن اليوم بدأ صرف وتحويل الدعم النقدي للمجموعة الأولى من الأسر المستفيدة وعددها قرابة 74 ألف أسرة وسيصار إلى صرف المجموعة الثانية من الدفعة الرابعة نهاية شهر أيلول الحالي مدير عام الصندوق بالوكالة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق لضمور قال إن الدفعة التي تم صرفها اليوم ستكون عن شهري تموز وآب الماضيين فيما سيستمر برنامج تكافل ثلاث حتى نهاية العام الحالي حيث يقدر أن تستفيد من البرنامج 160 ألف أسرة بعد الإعلان عن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021-2023 كشف مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات لتحقيق الأهداف بجذب أربعة ملايين ونصف المليون سائح وقال إن الهيئة تعمل مع وزارة السياحة والأثار في دعم الطيران العارض مشيرا إلى وجود مفاوضات جارية لاستخدام شركة طيران إضافية منخفضة التكاليف إضافة إلى تخفيض القيود على تأشيرات الدخول لزيادة معدل إقامة السياح والدخل السياحي وفي مجال الترويج السياحي قال أنه يجري في المرحلة الحالية العمل على إعداد حملات لترويج المنتج السياحي الأردني وإطلاقها في الأسواق المستهدفة من خلال الترويج والتسويق عبر المنصات العالمية ومكاتب السياحة العالمية وأضاف أن الأسواق المستهدفة في حملات الترويج هي دول الخليج العربي ودول أوروبا الرئيسية وأمريكا وكندا وفي المرحلة الثانية الصين والهند ووفقا للوضع الوبائي في هذه الدول كفاءة التحصيل لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحسب ما أكدته الهيئة ساهم في تحقيق ما نسبته مع نهاية أشهر الحالي 96% من الإيرادات المتوقعة مع نهاية العام الحالي والبالغة 107 ملايين دينار رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي جبور قال إن حجم إيرادات الهيئة المحققة في أول ثمانية أشهر بلغ نحو 103 ملايين دينار حيث تعد الهيئة أكثر مؤسسة مستقلة تحقق إيرادا للخزينة الموارد المالية للهيئة تتآت من عوائد حصة المشاركة بالعائدات بنسبة 10% وعوائد الرخص والتصاريح والإيرادات عن الخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى واردات الشبكات الخاصة أعلنت جمعية الصرفين الأردنيين أسعار صرف الدنار الأردني مقابل عملات عربية وأجنبية في ظل التطورات بالأسواق العالمية ترجمة نانسي قنقر بعد الإنقلاب العسكري في غينيا تخوفت الأسواق من استقرار إمدادات خام الألمنيوم وغينيا تعتبر موردا رئيسيا للبوكسايت الذي يعد هما في إنتاج الألمنيوم على مستوى العالم وتمثل صدرات غينيا من البوكسايت أكثر من نصف واردات الصين من الخام وأدت مخاوف المستثمرين إلى ارتفاع أسعار الألمنيوم في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات اشتركوا في القناة